أعزائي المشاهدين بالنسبة للنفخ بالرأس طبعاً كثير مننا بحط الفحم على الرأس وبيحم الرأس وبأرقيل وبعد فترة بحس إنه الأرقيلة بلشت تتخنق شوية صغيرة تعطي بعض المشاكل فبقوم بيكموش النبريش وبينفخ بالرأس كلمال يطلع الدخنة هو بفكر إنه هو عم بيطلع الدخنة تعول تخنيق الرأس يلي بقيت فعم بيخفف الموضوع هلأ أنا بدي أقلكون كيف كيفية علاج الرأس يعني كيف تعالج الرأس من إنه يخني وفكرة إنك أنت تنفخ بالرأس هي شو وضعه ومفيده ولا لا عزائي المشاهدين هل النفخ بالرأس مفيد النفخ بالرأس مش مفيد لا بل مدر بأقسر الأحيان لا بل ممكن يكون بكل الأحيان مدر ليش طبعاً كنا بنعرف إنه في مثل قلة .. أو تنفيسي بالأرجيلة ителейوا أيها الشغلة للحالة بدون لا تنفخ ولا أي شيء آخر شغلتهاанные انه هي تطلع الضغط الموجود بالأرقيلة. هيدا شغلة تنفيذي. القلة شغلتها تطلع الضغط الموجود بالأرقيلة. مش انك انت تجي تنفخ بالنبريش لتطلع منه الهوى. او يكون انه هي نحنا بنطلع منه الهوى. هيدا ما بتطلع منه الهوى. هيدا لحالة بس الأرقيل تاخد نفس بينزل بيرجع الهوى على الأرقيلة. لما ينزل هيدا الهوى بيعمل مثل ولكنه غير لطلع من التنفيذي كرمال هي لا تتقل الهوى. لانه هو الفريق بين المعصلة وبين العجمة العجمة لا توجدها موجودة تنفيذة. فهذا يسحب الضغط ويضطلع الضغط. هيدا شغلتها للتنفيذي فالناس فهمين اننا غلط إننا اننا بإنفخ التنفيذي كرمال لتطلع الدخني. وهيدا واحد من الامور التي مفهومي غلط الطبيعة الحال. ما دعنا حالة بيخنق معنا الراس؟ الحال فالي كثير بسيط انك انت تعدي للفحمة يعني الفحمة اللي انت حاططها يا خفيف فحم يا زبي توضع الفحمات هذه اهم نقطة بالموضوع بس هذا اللي عليك تعامله لا تنفخ بالرأس ولا تنفخ بالتنفيسي ولا تنفخ بالنبريش ولا اي شيء تاني لا لانك انت هون بتكون عم بتسرع الاحتراق احتراق المعسر عم بتسرعه ليش؟ امر ما حط الفحمة لما تكون موجود الفحمة واشرق وكذا في دخنة بقلبها عم بتضل تدخن فعم بتضلوا يغلي ويدخن وهنا امور طب انا جيت طلعت الدخنة صار الفحم بده شوية وقت لا يرجع يعمل هيدا الدخنة طب لا يرجع هيدا الدخنة ما عم يعمل على المعصل جديد عم يعمل على معصل محروق عم يحرق الزيادة فانت عم تحرق الزيادة للراس بدل ما تحل المشكلة اوكي هيدا الشغلة مفهومة غلط لازم تتصحح فكل اللي عليك تعامله انك تعدل الفحمة وهكي بيمش الحال فالنفخ بالنبريش كرميل لما تتقل الأرقيلة او لما تخني الأرقيلة هيدا تصرف خاطئ جدا وبيحرق المعصل وبيحرق الراس مثل ما انا وذكرنا عزيزي المشاهدين من نهاية هذا الفيديو وما تنسوني من لايك وشير وسبسكرايب شكرا لكم المشاهدة بيزارة العالمين دايما الى اللقاء